السلام عليكم شباب الصف الثالث الاعدادي وصلنا مع بعض اقتبار ترقومي رقم ثلاثة حتى الدرس الاول الواحدة الخمسة السؤال الاول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد بعد النقطة سالب ستة وتمانية عن محول الصداء يساوي كام واحدة طيب سالب ستة دي النقطة اللي هي سالب ستة وتمانية هنرسم الشبكة للبيانية بتاعتنا سالب ستة دي اللي هي هنا وتمانية دي اللي هي هنا كده بهن نقطة سالب ستة وتمانية ه humanities is to six was eight تشرح معها للسالب ستة وتصنعنا للفترة الالطاني وبعد 1400 عن محور الصداء وبعد 9 lick is to subscribe to subscribe to the channel البعدة كام؟ بنمشى من 10 لحد سالب ستة بس إحنا مني عند معنش بعد بين السالب فالبعد صدت على 6 واحدات من الاخر لما يقول لك البعد عن محور الصداء تخد السنات بس بل صر الموجب دائما لو قال لك البعد عن محور الصداء بس بال tau by now لو انت لك البعد عن الحور الصداء تخد الصداء بس برضه دائما بالموجب رقم 2. بوعد النقطة ألف يجزر 2 و 4 عن نقطة الأصل. نقطة الأصل 0 و 0 طيب ما قال لك نقطة الأصل يب ان تستقل القانون الجزر 2 تربيع زي نقطة 6 تربيع لأن نقطة الأصل سي ناقص الصفر. فخلاص هي هي سي. طيب هنعمل جزر اتنين لكل تربيع زائد اربعة تربيع. هنا ممكن نعملها بالقلقة الحزب اصرح. هذه الجزر تحت جزر اتنين لكل تربيع زائد اربعة تربيع يساوي تلاتة جزر اتنين. هتلاقي في الاختيارات تلاتة جزر اتنين. الثالث يقول لي عدد محور تماثل المثلث المتساوي السقين. هو محور تماثل وحيد. رقم اربعة دائرة مركزها نقطة الاصل اللي هي صفر وصفر. وطول نصف كترها اتنين يعني نقب اتنين. فان النقطة تنتمي اليها. عايزين نشوف اهل نقطة من دول. هتخلي لي نصف كتر اتنين. فحنا هنجرب هنجرب اول نقطة مثلا اخر نقطة تاني نقطة تالت ايا يكن يعني. هنجرب اول نقطة. نعرفين القانون بتاعنا تاع البعد. سين اتنين نا السين واحد كل تربيع زائد ساد اتنين نا الساد واحد كل تربيع. هنا معنا طبعا صفر وصفر. فانا قلت لك هنشتغل بالقانون ده. بس انا بفكرك بالقانون. طيب. هنجرب النقطة واحد وسالب اتنين. ونشوف هتطلع لنا اتنين ولا لأ. نجيب القالة الحزبة. الجزر التربيعي واحد تربيع زائد السالب اتنين دي لازم تحطها في كوس. تطلع مع الجزر خمس. طيب مسلا نجرب صفر واحد دي. يبقى جزر صفر تربيع زائد واحد تربيع. طلعت واحد. مش هتنفى. نجرب جزر تلاتة واحد دي. جزر تلاتة الكل تربيع زائد واحد الكل تربيع. طلعت معنا اتنين. هي اللي طلعت نص الكتر. يبقى هي الاختيار ده. يبقى انت تركز كويس جدا في ان انت القانون بتاعك هو ده. ولكن لما يبقى نقطة الاصل استخدم القانون ده مباشرة. نجرب رقم خمسة بيقول لي. اذا كان جتا سين على الاثنين يسوي جزر تلاتة على الاثنين. حيث سين على الاثنين قويات زاوية حد. فان زا سين اس خمستاشر درجة يسوي كام. طيب احنا لازم نجيب قويمة الزاوية دي. هنعمل قويمة شفت كوزين جزر تلاتة على الاثنين. شفت كوزين جزر ثلاثة على الاثنين. تطلع بتالاتين. يبقى الزاوية كلها تيرتت بتلاتين. كم عالة اتنين يدينا تلاتين؟ ستين او تعمل第二 في تلاتين. يبقى زاوية بستين. وبقى عاجز زا ستين نقص خمستاشر. الستين نقص خمستاشر بخمسة وعاجز زا خمسة اربعين محفوظة بسهولة بواحد. رقم استق this ألف بحجم مستطيل في مستوى إحداثي ألف جيم كام وحد الطوط أريد ألف جيم أحداث النقطة تسعة واثناشر السين تسعة يبقى هنا برضو خلي بالك السين بتسعة لأنها نفس النقطة وهنا قطع محور السينات يبقى الصاد بصفر جميل خلينا بقى نقول حاجة مهمة كده المسافة دي كده هتبقى تسعة يبقى المسافة اللي فيه دي برضو تسعة والارتفاع ده اتناشر يبقى الارتفاع ده اتناشر ومعنا ده مستطيل يبقى مستلس قائم يبقى نقدر نجيب ألف جيم ده في صغورس هنجيبه ازاي ألف جيم تربيع بيساوي ألف به تربيع زائد به جيم تربيع اللي هي تسعة تربيع زائد اتناشر تربيع وبعدين نخد لها الجزر هتلقى الحزبة بتحتها تسعة تربيع زائد اتناشر تربيع تطلع متين خمسة وعشرين خد جزر المتين خمسة وعشرين تطلع معك خمستاشر يبقى خمستاشر السؤال الثاني يقول لي ألف به جيم دال شكل رباعي حيث ألف اثنين واربعة به سلب ثلاثة وصف جيم سلب سبعة وخمسة دال سلب اثنين وتسعة اثبت ان الشكل ألف به جيم دال مربع طيب قبل ما نحل لازم عشان تثبت ان الشكل مربع يجب ان يضلعوا الأربعة متساوية في الطول فانت لازم تجيب بالبعد ألف به جيم وجيم دال وألف دال وكمان لازم تثبت شيئا زيادة ان القطران متساوية في الطول اللي هم ألف جيم وبه دال وانت معك ألف به جيم دال فانت لازم تثبت ان ألف جيم وبه دال متساويين سوف ننجيب ألف به جيم دال نقوم بقانون البعد اجتبت قانون البعد فوق ننجيب ألف به جيم دال سنسمى هاته سين 1 صد 1 ثين 2 صد 2 ونقوم بقانون الثلاثة ناقص اثنين وبعدين صفر ناقص اربعة ونروح نجيب به جيم هنعملهم كلك باب للا الحسبة مر واحد به جيم امسح بقى كل ده دي كده به يبقى سين واحد صاد واحد دي سين اتنين صاد اتنين اللي هي سلب سبعة ناقص سلب تلات وخمسة ناقص صفر عايزين نجيب جيم دائل جيم دا لنسمي دي سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين يبقى سلب اتنين ناقص سلب سبعة وتسعة ناقص خمسة بعدين نجيب الف دا سين واحد صاد واحد سين اتنين صاد اتنين سنة اثنين ناقيس سنة واحد يبقى السالب اثنين ناقيس اثنين ناقيس اثنين زاد تسعة ناقيس اربعة ونعمل كل هذا بالقالة الحزب معنا اول واحدة جزر سالب ثلاثة ناقيس اثنين الكل تربية زاد صف ناقيس اربعة الكل تربية تطلع معنا جزر واحد واربعي جميع تعال نشوف اللي بعديها المفروض كلك تطلعه جزر واحد واربعي نصر سالب سبعة ناقيس سالب ثلاثة الكل تربية زاد خمسة ناقيس سفر الكل تربية تطلع برضو جزر واحد واربعي اللي بعديها سالب اثنين ناقيس سالب سبعة الكل تربية زاد تسعة ناقيس خمسة الكل تربية تطلع جزر واحد واربعيين اللي بعديها سالب اثنين ناقيس اثنين الكل تربية زائد 9.4 الكل للتربيع أننا نسنا التربيع اصلاً في المسالات نفسها. تصالى جذر واحد واربعين. نقوم بضع جذر واحد واربعين سنتيه. لا لا حتى إلهي احد يمكنه ان تكون عرضاً. يبدو جذر واحد واربعين واحد واربعين واحد طول. نعود المستقبل ذلك. لابد الكترين يجب أن يكونوا قد بعض سنة واحد صد واحد سنة اثنين صد اثنين ألف جيم يكون سالب سبعة ناقص اثنين وخمسة ناقص اربعة سالب سبعة ناقص اثنين كل تربيع زائد خمسة ناقص اربعة لكل تربيع تطلع معنا جزر اثنين وتمانين يبقى دي كده جزر اثنين وتمانين وحدة طوب فاضل بهداء تسمى دي سنة واحد صد واحد وددال سنة اثنين صد اثنين يبقى سالب اثنين ناقص سالب ثلاثة وتسعة ناقص سفر سالب اثنين ناقص سالب ثلاثة زائد تسعة ناقص سفر تطلع برضو جزر اثنين وتمانين يبقى حول كده بما ان الف به يساوي به جيم يساوي جيم دال يساوي الف ده و الف جيم يساوي به دال اذا الشكل الف به جيم ده مربع ده كده الحل كاملا لو حاوب تاخد سكرين شوت اخد سكرين شوت عشان هنمسح حاليا عشان نحل المسألة لبعاديها لبعاديها السؤال راكم تراتة بيقول لي اوجد قياس سين حيش سين زاوية حدة و عندك تلاتة زا تربيع سين يساوي اربعة جا تربيع تلاتين زائد تمانية جا تربيع ستين سننزل هذا كما هي طبعا عملنا ان هان جاة تلاتين بنص يبقى نص تربيع ستين بردو عملنا انها بنص زائد اثنين ثلاثة و هنا ثلاثة يبقى ز te re sign ثلاثة ultraواحد فالواحد اقضى تقضعك بيزء النزاء يقضى تقضى جزر 1 سنتجد إلا تقضى ز يتمكن من المجلاء مؤهد الصع bás. فمعاك زا سين يعمل سالب واحد سنعمل شفت تان مرة الواحد ومرة السالب واحد شفت تان واحد تطلع 45 شفت تان السالب واحد تطلع 45 نزود عليها 180 درجة لكي نجيبها بالموجة تبقى 135 يبقى 45 و135 هذه مرفوضة لأنه قال لزاوية حدة فهي معنا الحل 45 فنحن ممكن نجيبها بطريقة تانية برضو نقول النزاة مجابة في الربع الاول والثالث ولكننا مش بحاجة للكلام دعنا خلاص طلعناها 45 درجة يبقى هي دي الزاوية بتاعي يبقى سين تساوي 45 درجة وبكده يا شباب بيكون انتهى معنا الاختبار تراكم رقم 3 نلتقي ان شاء الله باختبار تراكم رقم 4 وانتنسوش طبعا لايك وشير وسبسكريب عايزين القناة تنتشر كده باسرع وقت عشان نقدم الاحتواء ده كامل مجانا لكل الطلبة وبالتوفيق وشكرا سلام الله عليكم عليكم